عايز أخشي بقى على سامسون صفقة الزمالك سامسون أكينولا بمناسبة أنه كمان وصل المطار ونادي الزمالك استقبلوه واللعيب خلاص سيبقى موجود والصفقة دي ناس اتكلمت عليها كتير قوي يا كريم قبل ما نتكلم عليها فنية في 30 دي في 30 ثانية إنه سامسون أكينولا سامسون أكينولا لعيب جيد كان اللغة الأثيرة على قصة إنه مواليد ألفين ولا ألفين وواحد وهيقايت تحت السن ولا قايت فوق السن سامسون أكينولا بيلعب في 60 بقى له 3 سنين كان عنده تجربتين ما كانوش موفقين ولا أفضل شيء في سلوفاكيا ومن يناير 21 هو موجود مع كراكاس الفنزويلي قدم موسمين جيدين جداً لعيب جيد جداً هنقول كله مواصفاته هنشرحها في الصور لو نطلع آخر موسم ليه الأرقام بتاعته هو بيلعب كمان بتاعش تقول لي يعني إيه القصة بتاعت إنه تحت السن والفوق السن دي حاجات إدارية بس ما بتقشد إنه هو لعيب كويس طبعاً هو لعيب كويس لكن ممكن يكون الزمالك كان عمل حسابه في لعيب تاني يجيب لعيب كمان فهو خلاص كان عمل الكونتراكت مع اللعيب واللعيب مواليد مارس 2000 فخلاص لعيب يقيد فوق السن كلعيب زي وزي لكنه قصة إنه يقيد فوق السن هي مش قزمة للزمالك إلا في إنه خدت مكان كان ممكن الزمالك يستفيد به في بوزيشن تاني ده البوزيشن اللي بيلعب فيه احنا اتكلمنا على مهاجمين كتير يا كريمي في فترة اللي فاتت فيه ناس كتير بتلاقي بيلعب سنتر فرود ووانجريت ووانجليفت وزي بريماني داي بيلعب كله ده ما بيلعبش حاجة هو سنتر فرود قبل ما نتكلم عليه وقبل ما نشرحه هو سنتر فرود على الرغم إنه 170 سنتي لعيب قصير القامة ولكن هو البلد لعيب قوي بدنياً جداً لعيب معدل الصراعات عنده مش قول لعيب سريع قوي لكنه لعيب معدل الصراعات عنده جيد لكن تاني هو آه مهاجم صريح لكن عشان جمهور نادي الزمالك يبقى واعي الراجل ده مش مهاجم بوكس الراجل ده مش مهاجم مش عمر السعيد مش مروان حمدي مش حتى سيف الجزير سيف الجزيري أحياناً بياخد بعض الكراسة أو الكرات الهوائية نثبته فيها نثبت الراجل ده في الكرات الهوائية والالتحامات الهوائية 16% فهو رقم قليل فهو هنقول كل مميزاته لكن جمهور نادي الزمالك أول ما يشوف الصورة دي يقولك ده سنتر فروت فانا مستني السنتر فروت الكلاسيكي لا هو من سنتر فروت كلاسيكي الراجل ده لعب 26 مباراة الموسم الحالي سجل 8 أهداف وصنع 3 رقم مش هو الرقم المبهر لكنه رقم جيد يبقى رقم جيد الموسم الحالي رغم ان الموسم الحالي مش من أفضل موسم الماضي كان أفضل بكتير لكن الموسم الحالي مقدم موسم معقول إلى حد بعيد معك ركاس في الدوري المنزولي نروح للصورة اللي بعدها وده التفصيل بقى هو لعب 24 مباراة في الدوري ولعب في كوبا البرتادورس خمس مباريات سجل 6 أهداف في الدوري وسجل هدفين في كوبا البرتادورس ده التفصيل بتاع عدد الدقايق اللي لعبها لعب 2379 دقيقة وده اللي بيقولك بشكل كبير جدا جدا هو ممكن لعب يلعب 26 مباراة لكن عدد دقايق أولايق لا هو خد عدد دقايق كيف وديرعب بشكل أساسي معك ركاس هنا يا كريم الراجل ده احنا قلنا معلش هتأجيب لي الصورة اللي قابلها اللي قابلها اللي بعدها نفس الخرايط اللي بعدها كمان بس دي لا لا ارجع تاني هي اللي فاتت بلون لازر ايوة دي الأماكن اللي بيتواجد فيها سامسون اكينولا خلي بالك ده مهاجد بصي بيتواجد فين دي الأماكن خلال الموسم الحالي اللي الراجل بيتواجد فيها اللي هو أنا مش موجود مهاجم صندوق أو حتى لحدود منطقة الجزائيلة لا او حتى المتيكي بص على صندوق لا لا كسافة التواجد مش جوه البوكس هو راجل بيشتغل كتير قوي راجل بيشتغل كتير قوي تحت راجل بيعرف ياخد البوزيشن كويس راس ماله في البوزيشن هو بيعرف يتمركز بشكل جيد جدا تقدر تسند عليه لكن مش فقرات اريلز مش فقرات عالية انا عرفت الاجابة جمالي الزمالك من سنناش من اللاعب ده مثل انه يبقى هدف الدولة ولا هدف الفريق بس اللاعب ده هيعرف بسهولة جدا في امور تاكتكية فريلا ممكن يحطها انه يفتح مساحات عبقرية ويبدأ يشتغل في التاكتك والفن هو في الاوبنينج هيفتح لنفسه او للفرقة مساحات ممتازة ايه انت مش جاي المهاجم عنده غزرة تهدفية لكن تكتكين واضح ان هو لعب زكي وهقولك بعد شوية هو فرارة تحديدا بطريقة لعبة فرارة هو يحتاج لعيب زي ده فين وامتى وانهي نوعية من المباريات فين وامتى وانهي نوعية من المباريات دي الخريطة اللي بيبقى لك هو بيتواجد فين رجل بيشتغل في التلت التاني والتالت التالت من الملعب بشكل كبير جدا بتواجد في وسط الملعب وبيستلم من تحت بشكل كبير الصورة اللي قبلها بقى اللي احنا جبناها اقول اول صورة هنا كريم دي الاماكن اللي الراجل بيصنع منها اللعب بيصنع منها اللعب الراجل بيصنع اللعب من كل المناطق حوالين الـ 18 لعيب جيد في صناعة اللعب لعيب جيد في الـ positioning لعيب مصوب جيد لكن مش دقيق يعني قدمه قوية جدا 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 لكنه مش دقيق عنده مشاكل انه السيزن الحالي اكتر من 64% من تصيباته بيحصل لها اعتراض يعني اللعيبة بتقدر تروح تعمل لانه عارفين ان اول قرار بياخده طالما فيه زاوية مفتوحة انه بيصوب فعشان كده عنده مشكلة في الدقة فلازم القرار نفسه يتزبط مع فريرة انه انا هشتغل امتى تاخد قرار التصويب وامتى هتشتغل جماعي الكرة اللي بعديها دي اه دي سجل مناطق التسجيل بيسجل منين بيسجل من داخل منطقة الجزاء بشكل كبير جدا بصوا بقى كل المناطق اللي عمول عليها اكس دي دي تصويبات لم يتم تسجيلها بيشوت من اي منطقة في المرعب بيشوت من اي حد الكرة هتجيلي عندي زاوية الكرة تحت رجلي زيزو هرأخد منه هشوت انا جاء هشوت فهو فريرة يعني فريرة لازم يعمل له ضبط زاوية في المنطقة دي لكنه قدمه قوية جدا تاني من ضمن مميزاته ايضا لما ريجي نستعرض الاهداف بيشتغل برجليل اتنين حساسية عنده جائدة جدا في رجليل اتنين تحت المواقب بتصرف بشكل جيد رجع لتاني الكرة دي من الاولة لان انا مش قصتي في الهدف بس لا رجع رجع من الاول التواجد تحت الكرة يا كريم ده راجل مش طويل ما بيش هيقدر ياخد اريلز دايما هتلاقي بياخد الخطوتين او التلاتة الورا بيتوقع الكرة نزلة فين بالزبط المدافع ما رجل الحل واحد لو هو مدافع جيد في الكرات الهوائية لازم ياخد القرار قبله ويطلع ياخد الكرة انما هو جيد في ان هو بينتظر الكرة عند مكان سقوط بشكل جيد اللي استلم وتمهيد الكرة بشكل عظيم استلم باليمين استلم باليمين لف خد القرار وهو بلف وراح تطيطها بالشمال في الزبط العكسية بشكل ممتاز كرة اللي بعدها خلاص خدنا دي الاعادة بتاعتها بص يا كريم هنا متواجد فين برضو تحت القرار اه خد القرار خلاص الجون طالع شوية راح تطيط ممتاز قدمه جيدة جدا 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 لكن كثرت تزديده خلى المدافعين حافظوه خلاص هو اول قرار هياخده التزديد فنسبة البروك او الاعتراضات على التصيبات بتاعته كتعاليا شوية الموسم الحالي الكرة اللي بعدية الكرة اللي بعدية خل بالك كمان ده مش لوبه وخلاص ده طبعا طبعا بس لا رجع لي هنا رجع لي هنا رجع لي فين بص كريم بيشتغل مع المجموعة احنا قلنا لاعب صانع جيد للأهداف لاعب صانع جيد للأهداف بص هنا اول قرار خده كان ممكن ياخده الكرة ويعدلها ويخش لكن لا خلاص هتقفل عليه راح حاططتها خلاص ماشي 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 راح خد التوق بمنتهى البساطة واخد القرار سدد عندوش اي مشكلة باليسرى هو يمين شمالة كريم الاتنين عنده ورايبين جدا من بعض صعب انك تقول والله هو ده لعيب ايمن لعيب اشوه لعيب ايمن طبعا لكن اليومنا واليسرى بص برضو طالع منين الكاونترز وهنا بص بقى الانهاء الانهاء هنا جاي جدا بص بص القرار القرار الانهاء عظيم جدا جدا رغم انه اللعيب افعل عليه وقف هنا قبل ما نكمل بقيت الحالات هزاي فريرة يستفيد من الراجل ده او في اي نوعية مباراة او زى بيلعب فريرة اصلا فريرة بيلعب بالتلاتة اربعة تلاتة بالشكل اللي اعتياجي بتاعه عشان ما نستهلك شو jury بالشكل اللي اعتياجي بتاعه الراجل ده مش يلعب اي حتة تاني غير مهاجم احنا اتفقنا من البداية حيالعب هنا ده لايقدر يشتغل هنا ولايقدر يشتغل هنا مش ابراهيمين الايداي ابراهيم كان وايدا قدرا يشتغله على الريت قدر شغاله على اللفت. يعني يا هو يا الجزيري. الاتنين صعب جدا تلقيم في الملعب. يا هو يا الجزيري. فالرجل ده هيتواجد هنا. دايما المباريات اللي الزمالك بيلعبها خارج الارض. سواء في بطولة افريقيا. او المباريات الكبيرة. وفريرة بيكرر انه اشتغل بالبلوك. واشتغل على الترانزيشن. واللعب المباشر. اللي اعتمد عليه بشكل كبير جدا. وكان التطوير بتاعه على على الجناحين او الفلانكس اليمين والشمال. بوجود اشرب بن شرق الموسم الماضي. ووجود احمد سيد زيزو. الموسم الحلق ابراهيم هاني ضايف الغالب. ومعاه زيزو. او امام عشور زي ما جربه في بعض الاحيانة على الجناح الايسر. المكان القديم اوي اللي كان بيلعب فيه جناح. اه مع حرص الحدود امام عشور. الراجل ده في المباريات دي هو النموذج. راجل بيعمل الترانزيشن بشكل جيد. محطة على الارض بشكل ممتاز. يقدر زي ما احنا قلنا بيصنع بشكل جيد. يقدر يوقف عالكورة ويطلع الجناحين بشكل ممتاز. بهذه الطريقة فريرا هيستفيد جدا جدا من سامسل وكانولا. لكن مباريات الزمالك هو اللي عنده الابر هاند. والزمالك هو اللي بيشتغل جوه البوكس وشغال سيت بلاي بشكل ضاغط الفرير اللي قدامه. الفرير اللي قدامه هو اللي بيلعب. اه 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 بدفاع منخفض وزمالك هو اللي ضاغط مش يبقى مفيد قوي زي ما الجزيرة مفيد. اه خلاص هناخد ناخد دقيقة بالزبط في سامسون احنا كمان. يلا. كمل بقى بقية الحالات. هنا بصة كريم. الراجل رايح بقشه وكان ممكن اخد القرار. عمل الباص. عمل الباص. ودخل كمل. هاي. ده بيقولك انه هو مركز وبيعمل الباص. ما يخدش القرار الاولاني اللي احنا قلنا هو عنده قرار معتاد. التصويب المعتاد دايم. لا. هو هنا راح لقى عنده نزاوية التمرير. اكثر مرونة. راح تيتها اتحطت فضل متابعها. علشان يروح يكمل بعد كده. على الرغم ان انت لما تبص للكرة هو جاي من تحت. مش هو اللي كان اللي مسابق لكن ده بيقولك هو عامل ازاي. نفس القصة. راجل في الترانزيشن ممتاز. في التحولات. لعيب ممتاز. صح. خلاص نكتفل ان الحالات اللي بعدها تبقى. كمان. لعيب قوي جدا. هو كان فيه لعيب بيلعب بالزمالك. اسم رزقه متويسي. لعيب بنيني ايضا. بالمناسبة فيه لقطة طريفة كده. وده جون جاي جدا. بواجه القدم الخارجي يعني. لقطة طريفة. اللعيب ده هو بنيني. لكنه هو نيجيري المولد. الاكاديمية اللي طلع منها اليون سيرتي سيكس. هي دي الاكاديمية اللي طلعت جونيور اجاييه. كنت بكلم معه مالك الاكاديمية من كم يوم. وقال انه عنده اكتر من لعب تاني. لكن تحديدا كنت مركز معاه على اكينولا. نفس الاكاديمية اللي تدرج منها جونيور اجاييه. هي نفس الاكاديمية اللي تدرج منها سامسون اكينولا. وهم بيتلعوا العيبة كويسين قوي. عشان كده هو عنده شوية الخصائص بتاعة الليجيرين والبنينيجي. جيمانا استمتعت جدا. كالعادة يعني. انا شكرا. انا شكرا.